أكد أسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجازات البحرينية المتواصلة لرياضة الهجن في المحافل الخارجية تجسيد أو تجسد الرعاية الفائقة التي تحظى بها هذه الرياضة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مبينا أن سموه إلى أن الإنجاز الجديد الذي تحقق في كأس الاتحاد السعودي للهجن مثال يحتذى به في تأكيد الإمكانيات البحرينية في رياضة الهجن وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن بالغ سعادته بحصول البكرة اندفاع على المركز الأول في كأس الاتحاد السعودي للهجن لتتواصل الإنجازات بعد حصول تيم على المركز الأول في فئة حقائق بكار قعدان رموز لمسافة 2 كيلومتر وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سجلت رياضة الهجن عدة إنجازات في الفترة الماضية واليوم إنجاز جديد يضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات حيث أن رعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاة تساهم في مواصلة كتابة الإنجازات في هذه الرياضة العريقة وتؤكد مكانة مملكة البحرين في سباقات الهجن وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المشاركة الواسعة التي يشهدها كأس الاتحاد السعودي للهجن ضربت أروع الأمثلة في حرص الدول في الاهتمام المتصاعد لرياضات الهجن ونحرص على الدوام في تواجدنا القوي عبر المشاركة الإيجابية من أجل حصد الإنجازات والمنافسة القوية وتمنيتنا للجميع التوفيق والنجاح وجاء فوز البكرة اندفاع في فئة القايبكار قعدان لمسافة أربعة كيلومتر بزمن وقدره ست دقائق وثانيتين بعد منافسة قوية ومثيرة طوال الشوط